شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي والتي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة ألقى الرئيس السيسي كلمة أكد خلالها الأهمية القصوى للتنصيق الوثيق مع دول الجوار لحل حالة الأزمة في السودان باعتبارها الأكثر تأثيرا بها والأكثر حرصا على إنهائها في أسرع وقت مشددا على تكامل جهود مصر مع مختلف المسارات الإقليمية من أجل إنهاء الأزمة في السودان كما أكد الرئيس السيسي خلال كلمته أن النزاع في السودان يخص الأشقاء السودانيين أنفسهم ومن ثم فإن دور الأطراف الإقليمية هو مساعدتهم على إيقافه وتحقيق التوافق حول الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول مشددا على احترام مصر لإرادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وضرورة عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة